موسيقى 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 السلام عليكم مرحبا بكم فيديو جديد ولكن قبل بدايته لا تنسوا الصلاة على حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام طبعا في هذا الفيديو ان شاء الله سأشيركم معكم ردة فعل الجماهير الإنجليزية بعد خسارة دي مونشيستر سيتي أمام هنالي تشلسي وطبعا سأشيركم ماذا قالت عن نجمين الدول الجزائري بالضبط رياض محرز أو ريو رياض محرز بعد هذه الهزيمة الأليمة على طرف البلوز أي نادي تشلسي وطبعا نظام مشاهدين جماع جماهير حاليا يعني تحمل المسؤولية على نجمين الجزائر الرياض محرز من أجل التتوجه بهم أمام نادي تشلسي أي نفس الفريق في دوري أبطال أوروبا فإذا كنتم تشاهدون الأمرات الأولى لا تنسوا اشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات لكي يصلكم كل موى جديد ينشروف في هذه القناة مستقبلا طبعا نظام مشاهدين بعد خسارة نادي مورشستر سيتي أمام ناظره البلوز أي تشلسي بهدفين مقابية هدفين وحيد في الدور الإنجليزي الممتاز وتم رسميا تأجيل حسم نادي مورشستر سيتي للدور الإنجليزي الممتاز ونقدر بالقول أن نادي مورشستر سيتي قد حسمت دوري لأنه بقي له فقط نقطتين وإذا نادي مورشستر يونيتد في المباراة التي ستستأنى في يوم الرابع عشر إن شاء الله أمام نادي ليفربول إذا خسر نادي الشيطان الحمر سيتوج رسميا نادي مورشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز على أين بعد خسارة نادي مورشستر سيتي كما قلنا الجماهير الإنجليزية حسب ما طلعتها ومن قد نقول أن معظم الجماهير الإنجليزية حاليا تحمل رياض محرز يعني على أكتافه عب نادي مورشستر سيتي من أجل هو أن يلقذهم وهو أن ينتقم من دخل بسبب هذه الخسارة في الدور الإنجليزي الممتاز يعني ويريدون من رياض محرز ويحملونه كل أمالهم لرياض محرز من أجل التتويج بدوري أبطال أوروبا وهو الذي سيقوده بأنه رياض محرز في الفترة الأخيرة من شاء الله رصانع تاريخ نادي مورشيستر سيتي في دوري أبطال أوروبا أولاً يعني أن نوضح لكم نقطة هو أنه سبب حسب رأي الشخصي بطبيعة حال ومتواضع كل واحد عنده رأيه الشخصي حسب خبرته الشخصية وحسب يعني متابعته للدورة الإنجليزية الممتاز والأمدية الإنجليزية أعتقد كما قلت لكم حسب رأي الشخصي في الفيديو السابق أنه سبب بقاء رياض محرز ومعظم لعبين في مورشيستر سيتي أو بين قوسين يعني بيبو جواردولا بإحداثه تسعة تغييرات في التشكيل الأساسي مقارنة بالذي دخل به في دوري أبطال أوروبا باريسان جرمان يعني كان مغاير بشكل كبير جداً ويعني استبدل تسعة لعبين في التشكيلة فلهذا أنا حسب رأي الشخصي قلت لكم بالله أنه بيبو جواردولا يعني أصر على عدم إشراك هؤلاء اللاعبين من أجل عدم يعني وضع كل أولاقه وتشكيلاته وخططه فوق الطاولة من أجل أن يتحصل عليها تخل ويفوز عليه بطولة دوري أبطال أوروبا لأنه تخل يعني واجه نادي مورشيستر سيتي وقد أقصى أقصى في بطولة الكأس كأس الأف أي كاب وبطبيعة هل فاز عليه هذا اليوم وبطبيعة هل كان عمل مقارنة بين تشكيلة التي دخل بها بيبو جواردولا في هذا اللقاء واللقاء السابق يعني نفسها بيبو جواردولا يعني حالياً حسب رأي الشخصي يعمل تمويه لتأخر من أجل مفاجأته في نهاي دوري أبطال أوروبا طبعاً الدليل أمامكم في مبالاة الكأس التي انتهت بهدف مقابلة ولا شيء كان جابريال جوسوس أشركه في يعني رأس الحربة وطبعاً ستيرلين كيفن دي بروين وفوقه دوريس في هذا اللقاء يعني أشركة يعني ريال بيبو جواردولا أشركة يعني مكان كيفن دي بروين أشركة بطبيعة الحال كونان غويرو وعدنا أيضاً فرلندينيو فرلندينيو ليم يشارك في هذا اللقاء أمام نادي تشيلسي ولكن في الكأس كان متواجد بينما عدنا رودريغو ماندي لابورد دياز وأيضاً كانسيلو وزاك ستيفان يعني فقط غير ثلاث لعبين ثلاث لعبين كيفن دي بروين كان خارج تشكيل بطبيعة الحال وخارج حتى كرسي البودلاء بينما فرلندينيو وأيضاً عدنا زاك ستيفان هما الذي تقام باستبدالهما فحسب الرأي الشخصي بيبو واردولا سيريد مفاجأة هذا المدرب في نهائي دوري أبطال أوروبا أما الآن شوفوا ماذا قالت يعني الجماهير الإنجليزية عن يعني خسارة نادي مونشستر سيتي أمام هذا الفريق طبعاً بطبيعة الحال سرح قائلين كيفن دي بروين ورياض محرز ويدستروي يو يعني سيحطمونكم يا تشيلسي في نهاي دوري أبطال أوروبا كما قلت لكم ستشاهدون يعني مسؤلية كبيرة على رياض محرز من أجل يعني قيادتهم للتتويج بدوري أبطال الأوروبا ولا انتقام من تخل الذي فاز عليهم مرتين طبعاً تعني قلمواري يقول وحيث لا يعتقد أننا لقد تم تشترد كما بسبب الضغط للتعليق تعليق المواري يقول لقد استخدموا ستونز وحتى رياض محرز و برنرادوسيلفا وعادتين من اللاعبين الآخرين يعني اللاعبين الذين في التشكيل الأولى وإضا التشكيل الأولى تعليق المواري يقول محرز has not even faced توخيل team he gonna light up the final so hard يعني قال بالله هذا المعلق أنه رياض محرز لحد الآن ما زال ملاعبش ضد توخيل ونادي تولسي الذي يبي قيادة توخي وبطبيعة حالة 180 أنه رياض محرز سيفجرها في النهاء ذوري أبطال أوروبا وهو الليل سيجيب لهم حقهم طبعا تعليق الموار يقول حان الوقت لكي نقبل أن نادي مانشستر سيتي لكرة القدم هو رياض محرز بقوة يعني لو كان قلت هذا التصريح أنا في الفترة الأخيرة ممكن بعض منكم يقول بللي يا وليد راك تستعمل العاطفة ولكن هم من الإنجليز رايتكلمه وطبعا هذا الشخص الظاهر أمامكم وهذا الحساب يعني هو الذي يتكلم عن رياض محرز وهو صاحب وأيضا يعمل في موقع سيتي إكسترا قلبي اللي رياض محرز هو لدي مونشستر سيتي وليد مونشستر سيتي هو رياض محرز النقطة عودة للسطر علاق المواري يقول في نهاي نريد يعني رياض محرز مطالبين به في هذا التعليق كما تشاهدون التعليق المواري أيضا مطالبين برياض محرز أساسي في الفاينال لشامبيونزليك كما تشاهدونها واسمه وطبعا إذا المشاهدين يعني تعليق آخر يقول الناس حاليا ينامون على تحقيق رياض محرز للفوز بالكرة الذهبية لقد فز بالدور الإنجليزي الممتاز وأخذنا إلى نهاي الشامبيونزليك ماذا عليه أن يفعل أكثر من ذلك يعني يقول لهم رياض محرز دار لكم كل شي وشوكم بغيين من رياض محرز لأنه كما قلت لكم جميع الجماهرة متفقين على أنه رياض محرز هو الذي رح يجيب لهم حقهم في النهاي طبعا تعليق الموالي يقول سنرى ماذا سيحدث يعني في النهاي إذا ستفوز علينا أو لا وبطبيعة الحال قائنا متأكد لأنه رياض محرز سيكون أساسي تعليق الموالي يقول لم يكن لدينا محرز ولا كيفين ديبرون ولا غاندوغان ولا والكر ولا ستونز ولا العادي من اللاعبين ناهيك عن التشكل الجديد لا تعتقد أن تخل سيصبح يعني أكثر ثقة عندما بيبو كوردولا سيدخل بالتشكل الأول في كيفين ديبرون ورياض محرز وفيضن وإلى غير ما ذلك وطبعا صرح قائلا دوخين لعب هذا اليوم مع أضعف فريق الذي يمكن لنادي مونشستر سيتي أن يلعب به لن تكون المباراة نهائية سهلة لدوخين طبعا هذا المعلق صرح قائلا نادي مونشستر سيتي لم يلعب بكافة لعبه مع ذلك رياض محرز وطبعا قائلا هل تعتقدون أنكم ستفوزون علينا عندما يدخلهم في النهائي بطبيعاتها في دوري أبطال أوروبا وطرح عليهم هذا السؤال وهو ضحك طبعا تعليق الموالي I am not with you I got no doubt in the final في المحرز will take that game into his hands and I have faith in him also peep يعني قلب اللي أنه إنا راح نفوز عليكم في دوري أبطال أوروبا ورانا وثقين في رياض محرز هو اللي راح يمسك نادي مونشستر سيتي بأكمله لكي يتواجوا بدوري أبطال أوروبا يعني كلهم محملين مسئولية لرياض محرز من أجل التتويج به بدوري أبطال أوروبا تعليق الموالي أيضا مطالب رياض محرز كلاعب الأساسي في النهائي طبعا تعليق الموالي قول People saying with Kevin Lebron and Riyad Mahrez and Kona Goero على ما أعتقد in the final Man City would lash يعني Chelsea as if Tuchel would fill in the same starting line up and today يعني هدف وعليق سرحة قائلا كان أنه نادي مونشستر سيتي سيبدأ بكيفن دي برون وأيضا ب يعني زي مشاهدي العديد من اللاعبين الآخرين في نهاية دوري أبطال أوروبا أما Tuchel سيبدأ بنفس التشكيل يعني نادي مونشستر سيتي سيحقن بدماء جديدة وتعليقات أخرى كثيرة بطبيعة الحال بينما Tuchel بعد نهاية المباراة بطبيعة الحال سرح قائلا أنه يعني سنذهب إلى هناك ونحن رعرفوا أنه بإمكاننا الانتصار عليهم هذا هو كان التصريح Tuchel بطبيعة الحال عن فريق نادي مونشستر سيتي ولكن نادي مونشستر سيتي دخل بالتشكيل الثاني وبيبو كوردولا قادر يلعب بالتشكيل الأول بكفة عناصره وممكن إطاحها بتخل ممكن تطرحوا لي سؤالي وليدي أنه تخل يعني ليس بمدرب الهاوي مدرب راح حافظ لاعب نادي مونشستر سيتي بطبيعة الحال هذا شيء يعني راني وثق منه أنه شهد مباريات ضد أبطال أوروبا وقادر يحفظ لاعب نادي مونشستر سيتي ولكن ليس مثل أرضية الميدان مثل ما سيواجه بيبو كوردولا هؤلاء اللاعبين وخاصة النقطة الكبيرة التي سيعتمد عليها بيبو كوردولا حسب رأي الشخصي هو المهاجم الوهمي راح يخلي دفاع نادي تيلسي تائه فوق أرضية الميدان إن شاء الله خاصة بقيادة رياض محرس ننتقل الآن إلى مصر راحة الجماهير عن فوز رياض محرس وتتوجهه بلقب أفضل لاعبي للأسبوع في الدورة أبطال أوروبا طبعا المعالق الأول قائلا عيب عليكم رياض محرس سجل ثلاث أهداف وهو الذي كان يستحق أن يكون رجل اللقاء يعني راه يطالب بحق رياض محرس الماضي طبعا تعليق موالقون رياض محرس لم يستحقها طبعا هذا مقطع تماما لأن رياض محرس استحقها بزيادة وطبعا صرح معالقون آخر رياض محرس لم يفوز حتى برجل المباراة وكيف سيفوز بأفضل لاعب في الأسبوع طبعا تعليق الموالق قائلا كانتي روبت يعني قائلا كانتي لقد تم سرقته لأنه اعتقد أن كانتي هو الذي أجدر أن يفوز بهذه الجائزة طبعا تعليق الموالق قائلا رياض محرس لم يفوز حتى بجائزة أفضل لاعب في المباراة فكيف فاز بها بطبيعة حال هذا اللقب وطبعا تعليق الموالقون يجب أن يفوز بجائزة أفضل لاعب في الأسبوع طبعا تعليق الموالقة إلى كونتي سرقته وهذه الجائزة سرقت من كونتي وطبعا تعليق الموالقة إلى رياض محرس يعني كان يجب أن يفوز بجائزة أفضل لاعب في المباراة ولكن على العموم يستحقوا هذا اللقب تعليق الموالق تعليق الموالق دائما ما يكونوا مع رياض محرز يقولوا له معني استحقيت هذه الجائزة وأنت تستحق هذه الجائزة والكثير من التعليقات من الأفريقة قائلين أنك أنت من كان يجب أن تستحق جائزة أول الأفضل لاعبي في المباراة أمام باريسان جرمان وحتى أفضل لاعب في الأسبوع فكما قلت لكم البعض ما حبتش أنه رياض محرز يفوز بها والبعض الآخر حبك رياض محرز فاز بها وأنتم أعطونا رأيكم في زندوق التعليقات لأنه مازال كي ينجدل في فوز رياض محرز بجائزة أفضل لاعب للأسبوع فكان هذا فيديو اليوم نادي مورشستر سيتي كله يحط أماله على رياض محرز من أجل التدويج بدوري أبطال أوروبا وممكن بشكل كبير نقدر أن نقوم بكوم 95 أو 99% أنه رياض محرز رح يكون أساسي في دوري أبطال أوروبا أمام نادي تشلسي فكان هذا فيديو اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام